الشعب بيده زمام الأمور هذا ما تؤكده الأحداث التي جرت في السودان فقد بدأ المتظاهرون يجنون عن وقفاتهم وتظاهرتهم التي استمرت لأشهر عدة حيث أعلن جيش تولي زمام الأمور في هذا البلد المزيد في سياق هذا التقرير سودان على طريق دول فهم حكامها الدرس كالجزائر وتونس وغيرها فعمر البشير الذي حكم السودان لثلاثين عاما قد تعرضت فترة حكمه لانتقادات كثيرة واتهامات من قبل منظمات حقوقية دولية كل تلك المعطيات أوجدت المبررة لفرض حصار دولي على السودان ومطاردة البشير نفسه تحت طائلة القانون الدولي ومحكمته الجنائية في لاهاية بتهم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولكن عندما تقرر الشعوب يمسي الرئيس رئيسا ويصبح بلا أعوان أو أتباع أو حواشي واليوم عكس إصرار الحراك الشعبي في السودان على التمسك بالاعتصام المفتوح أمام وزارة الدفاع ودعوة الجيش للوقوف مع الاحتجاجات عكس حجم الغضب على النظام وسياساته ورفضه جميع الحلول للأزمة المتواصلة منذ شهور والتي انطلقت بأهداف حقوقية واقتصادية محددة في مدينة عطبرة ثم تصاعدت لتعلن المطالبة بتنحي الرئيس ونظامه وهو سيناريو سلكته انتفاضات عربية سابقة فهل سينجح السودانيون في ذلك؟